أعلن وزير الموارد المائية والرأي هاني سوي لم اطلاق حملة على القد بشكل رسمي تحت رعاية من الأزهر الشريف والكنيسة الأرثودوكسية ومشاركة العديد من الوزارات والجهات والمنظمات إلى جانب وزارة الموارد المائية والرأي وصرح وزير الرأي أن هذه الحملة تهدف لتوعية المواطنين بالتحديات المياه الناتجة عن محدودية الموارد المائية وزيادة السكانية والتغيرات المناخية وتوجيها بالدعوة للمواطنين للقيام بدورهم في ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها من التلوث